طواف من أشهر الطوافات في العالم وأطوالها في القارة الإفريقية تنطلق منافساته بمدينة الرباط أزيد من 120 متسابقا يمثلون 21 فريقا وطنيا ودوليا يشاركون في الدورة الحادية والثلاثين من طواف المغرب للدراجات بيعتبر طواف المغرب هو أقوى طواف في القارة الإفريقية صحب التاريخ العريق طواف المغرب بالنسبة لنا علامة من العلامات المتطورة للدراجة الأفريقية ما فيه من خبرات كبيرة سواء خبرات تنظيمية أو خبرات فنية المرحلة الأولى من طواف المغرب ربطت بين مدينة الرباط ومدينة مكناس على طول 135 كم وتميزت بامسلة لأربعة متسابقين في حدود النقطة الكيلومترية رقم 15 على بعد دقيقة واحدة من كوكبة المطاردة التي يقود الفريق الإيطالي نحن في كل عام من نسبة لدورة المغرب الدولية نختارها أول حاجة نحن تونس بلد شقيق زمنا نكون موجودين حاضرين في العرس الرياضي وثاني حاجة هي من أحسن دورات في القارة الأفريقية الطواف سيجرك عادتي في عشر مراحل وسيقطع المتسابقون خلاله أزيد من 1500 كيلومتر انطلاقا من مدينة الرباط وانتهاءا بالدار البيضاء مرورا بعدد من المدن المغربية المرشحة لاحتضان نهائية كأس العالم لعام الفين وستة وعشرين كمراكش وورززات واجدير ترجمة نانسي قنقر